السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ ان شاء الله يا شباب. الصف الثاني الثانوي. آآ جزء المقالي بمشيئة الله. آآ يعتبر اهم الاسئلة المقالية. نحلها مع بعض الآن. ببساطة شديدة. آآ ولن يخرج منها الامتحان بمشيئة الله. على بركة الله نبدأ. الصائل الاولاني بيقول لي متى حفلتك التنكرية? وما هو شكلك التنكري? هقول ما في اي واي توقيت? لو زائد لو زائد لو انا حبيت تزود الساعة ما فيش مشكلة اني فاير. هبدأ بتون دي جيزمو اخليها من دي جيزمو اي اون ميتسان. تنكري هيكون في شكل طبيع. كلام بسيط خلص? يبقى كون اي طا في دي جي زي ما في دي جي زي اي لو سان بي اني فاير. ما تنكرك من دي جيزمو اي اون ميتسان. الايميل التاني. آآ تتروح فين في الويك اند? بازهب الى الملايه. كسكتي في ماذا تفعل? جي بران لو تران ديمين. جي بران لو تران ديمين بركب كطار الظلام او بطار الموت. الايميل اللي بعده. ما دولتك? بلدي هي مصر. او ينفع على طول على او في اي قارة تقع هذه الدولة. طبعا ايجيبت مؤنس يبقى تقع في افريقيا. سؤال عن الطاقس. كيف حل الطاقس في مصر في فصل الصيف? هلنقلها زي ما هي كده? يبقى اون ايجيبت اون اتي الفي. الاجابة هي يا شباب. كلمة واحدة. شو? يبقى اون ايجيبت اون اتي في مصر في الصيف الفي شو? جوا بيكون حار. اكل اكتيفيتاتي في ربندان لت. ماذا تفعل خلال فصل الصيف? جوا في الابيسي. الايميل اللي بعده. كالي لابروفشيون دو طام بير. ما مهنة السيد الوالد مان بير اي مدسان. يكون طبيب. او ايلي مدسان. هو طبيب او سيتان مدسان. او التراوي اينا يعمل? التراوي دون زانو بيتال. هو بيعمل في مستشفى. لو لاحزنا هنلاقي ان دي اصلا اهم الاسئلة اللي موجودة في الست دروس اللي عندكم. يعني ان شاء الله رب العامين وانت بتتسأل في الامتحان هيكون الاسئلة في هذا المضموع. نروح للجزء بتاع الموضوعات. وبرضو احنا مجمعين اهم الموضوعات اللي في المنهج. يعني برضو ان شاء الله هيكون الموضوع واحد منهم. اكتب عن انشطة في مفضلة خلال الاجازة. والعناصر اسم النشاط والمكان. اشهر حاجة عندنا في الانشطة مين? الملاهي. في الاجازة. بازهب الى الملاهي. جدي اميز مجمعين. وانت اللي مع ملطق. سنقل. وانتر اى جمعين بازهب الاسم. جانتر اى مسان انت. باتخول باتر رابر. جهشت دي اصوذنير او بوتك باش تريحة تزجارين باو تيك.، سيسوبر و حظة رابر. يبقى en vacances, je vais au barque d'attraction. Je vais avec mes amis. J'aime brander le train de mine. J'entre à la maison hantée. J'achète des souvenirs au boutique. C'est super. الموضوع الثاني من الموضوعات الشهيرة. Décris ton quartier en cinq فراز. أوصف الحي الساكني بتاعك. En cinq فراز. طبعاً دمعاتي شارة دلوقتي السنك فراز. ويقول لي من خمسة وعشرين لثلاثين كلمة. L'élieu. الأماكن. Mouéan du transport. وسائل المواصلات. أول حاجة هذكر اسم الحي بتاعي. هقول J'abit. أنا ساكن. O Cartier. البركة مثلاً. O Cartier. عرابي. O Cartier. الزهور. وبعدين موقع الحي ده. Ilée au centre ville. في وسط المدينة. وبعد كده وصفه. Ilée calm et modern. هادي. وعصري أو حديث. وبعد كده ما يوجد وما لا يوجد. Ilée and cinema and club. اللي انت عارفه اكتبه. يوجد سينما. مادي. ملاهي. حديقة. أي حاجة. لو قال لي وسائل المواصلات. Il yot entra. يوجد autre. Votir. سيارات. تاكسي. برضو. اللي انت عارفه اكتبه. Il nyebado metro. لا يوجد metro. jim mon cartier. كبقى لما يقول لي اوصف الحي بتاعك. هستخدم الات. هقول اسم الحي. موقعه. وصفه. ايه الحاجات الموجودة. ايه الحاجات اللي مش موجودة. وفي الاخر جيم mon cartier. الموضوع اللي بعده عن المهن. بيقول لي. parle de la profession de ti baron. تحدث عن مهنة والديك. تحدث عن مهن اعضاء اسرتك. تحدث عن مهنتك المتمنى. وهكذا. ايه موضوع خاص بالمهن يعني. طيب لو قال لي تحدث عن مهن حد ما اشخاص ما. ابدأ بالجملة دي. هو قال لي بتكلم عن مهنة والديك. والديك عندهم شغل عندهم مهن. طيب نبدأ بالوالد. ابي مسلا طبيب. عنده عيادة. الملد بيعالج المرضى. ده الوالد. طيب مامير ايه بروفيسير استاذة. مدرسة. ما اصح حرف الاو معزرة. ايه بروفيسير. بتشتغل دون زين ليسي في مدرسة سانوية. بتشرح الدروس للتلاميذ. عايزك اختم بها اختم مش عاوز مش مشكلة. بيبقى هابدأ الاول. عندهم مهن. طبيب. يمتلك عيادة. الملد بيعالج المرضى. طيب حد عايز يغير مامير ايه بروفيسير ايه انجينيير ايه فوتوغراف ايه بومبي ايه اي حاجة تنفع. مامير ايه بروفيسير استاذة. طب عايزين نغير جورناليست وفوتوغراف الى اخره برضو ينفع. بس طبعا نخلي الجملة مرتبطة ببعضها. ده الموضوع بتاع المهن. الموضوع اللي بعده. وصف خط السير. علشان يوصل عندك. طيب موضوع برضو جميل ومن ضمن الموضوعات المشهورة. عشان توصل عندي. نبدأ دايما بالجملة دي يا شباب. عشان توصل عندي او منزلي. طيب لكي تذهب الى المتحف يبقى بورا ريفي او ميوزي. لكي تصل الى الحديقة بورا ريفي او بارك. دايما نبدأ بدي. وبعدين الموضوع سهل. ونستخدم الحاجة الاتية. بورون لاري عرابي. خد شرع عرابي. حتى نهايته. بقى كلمة حتى او لغاية. نهايته. امشي طوالي خمسين متر. استدر ناحية اليسار. في الاشارة الثانية. منزلي بيكون في مواجهة البانك. وخلي بالك. ان الحتة الاخرانية دي انت هجبها من رأس السؤال. برضو زي هنا. يبقى بورا ريفي. لكي تصل. والمكان اللي هو كاتبه في رأس السؤال. طب والجملة الاخرانية. برضو المكان اللي كاتبه في رأس السؤال. ايه انفاس دو لابانك فوش البانك. اكوتي دو لابانك ديريير لابانك ديفون لابانك. اه انتر كذا وكذا. الى اخر هذا الكلام. دي اهم الموضوعات اللي عندنا اه في المنهج. اسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ولا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.